يعاني النازحون الفلسطينيون بمدينة رفح الفلسطينية من نقص حاد في الطعام والمياه بسبب سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطينية وأدى الحصار الإسرائيلي لمدينة رفح لتوقف مستشفى أبو يوسف النقدار الذي يعتبر أحد المستشفيات الكبرى في مدينة رفح الفلسطينية عن تقديم الخدمة الطبية للنازحين لا طعام لا خيام لا دواء مثلث باتت أضلعه تحصر الفلسطينيين في قطع غزة على نحو تستحيل معه الحياة المطبخ الخيرية كانت ملاذا لمئات الأسر من أهل مدينة رفح الفلسطينية قبل أن تقطع إسرائيل شريين الحياة بإغلاقها المعابر وهو ما يعني حرفياً إن عدام المساعدات وللنازحين الذين باتت تغريبتهم مشهداً يتكرر قصة تلو الأخرى فبعد أن هربوا من الأجزاء الشرقية من رفح توهموا أن منطقة المواصي التي غصت بهم قد تكون أكثر أمناً وسلاماً ولكن ضنت عليهم الظروف بخيمة أو غذاء أو مياه مأساة أخرى تجسدت في مستشفى أبو يوسف النقار في رفح الفلسطينية فتمت محاصرة المرضى من الداخل والخارج فلا يمكنهم الخروج فيما منعت عنهم المساعدات الطبية والأدوية نهيكة عن شح الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات وتستمر ملحمة الفلسطينيين الذين يواجهون عضواناً واسعاً منذ السبع من أكتوبر في مواجهة أهلة حرب غاشمة ومعادلات نخبة سياسية دولية تقدم مصالحها قصيرة الأجل على حياة البشر ولكن حلم أصحاب الحق لا يزول أبداً في العودة إلى الأرض